السلام للناس كديري لباساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو قوي ان شاء الله بزاف ديال السيدات عندهم هاد المشكل الدورة الشهرية اما كتغيب اما كتجي يعني في اشهر اما كتتأخر بطبيعة الحال كل هاد الامور هدي عندها الحل بوصفة واحدة ان شاء الله ممكن انها تسرع من نزول الدورة وكذلك يعني تنزلك بالشكل ديالها الصحيح باش يحصل الحمل بسرعة كين بعض السيدات عندهم سن يأس مبكر هاد الوصفة هدي كذلك ملائمة لهاد السيدات هدي بقاي معايا وتابعي الفيديو تالاخير وبطبيعة الحال دعموا لي الفيديو بمزيد من اللايكات ووصلوا الفيديو الاكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائدة ويوصل جميع السيدات اللي بغوا هاد الوصفة هدي وكينتظروها بفارغ الصبر خاصة تعرفي اولا شنو هي اسبوع تأخير الدورة الشهرية كيفما كان عرفوا بان التوتر كيؤدي الى تأخير نزول الدورة الشهرية يؤدي ايضا الى زيادة الالام المرافقة للدورة نزول الوزن او ممارسة تمارين الرياضية ذات شدة العالية بسبب تأثير على الهرمونات التناسلية بسبب نقصان الدهون في الجسم ثم كذلك تعد من الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى تأخير نزول الدورة الشهرية لذلك ينبغي الحصول على الاستشارة الطبية للحصول على العلاج المناسب تناول حبوب منع الحمل وكذلك التغيرات الهرمونية متلازمة تكيوس المبايتة هي تقدر انها تأدي لهذا الحالة هذه بطبيعة الحال اهم حاجة حاول انك ترتاح تريحي البال ديالك تبتعد على مصادر القلق والتوتر تكون ايجابية مع راسك حاول انك تفائلي حاول انك تبتعد على مصادر الضغط باش ان شاء الله الهرمونات ديالك يبقوا بصحة جيدة كان هناك مجموعة من الاعشاب والوصفات الطبيعية اللي ممكن انها تنزل لك الدورة بسرعة من هاد الاعشاب هادي الزنجبيلي يعني بصفة عام ما غنعتك شنو هما الاعشاب اللي ممكن انك تستخدمهم بالاضافة الى غنعتك الوصفة اللي فعلا نزلت الدورة لهذا السيدة هادي في عشرة دقائق فقط اذا في هاد الوقت القليل نزلت لهذا الدورة من بعد ما كانت يعني وقع لها واحد البلوكاج فما كانش عندها الحمل ولكن وقع لها التأخر هذا فحاولت انها تستخدم هاد الوصفة هادي وبالفعل مجرد انها استخدمتها ما مرتش يعني بضع دقائق حتى نزلت عندها الدورة بطبيعة الحال من ضمن الاعشاب اللي ممكن تساعدك وهي الزنجبيل الزنجبيل كيف ما كان عرفوه من احد الاعشاب التقليدية التي تساعد في زيادة تقلصات الرحم وبالتالي التسريع من نزول الدورة الشهرية تعتبر اسهل طريقة للتناول دياله هي صنع الشاي الزنجبيل من خلال نقع قطع من الزنجبيل الطازج في كوب من الماء الدافع يمكنك اضافة ملعقة من العسل الطبيعي الى هذا المشروب البقدونس كذلك يعني البقدونس من ضمن الوصفات القوية اللي جربوها السيدات وفعلا نزلت معهم الدورة كي تم تحضير دياله عن طريق نقع ملعقتين كبيرتين من البقدونس الطازج في كوب من الماء الدافع الشربه كذلك مرتين في اليوم الكوركم كيف ما كان عرفوه من العلاجات التقليدية اللي ممكن تعتمد لها السيدات لانه كيأثر على مستوية الاستروجين والبروجستيرون على الرغم من عدم وجود اي دليل علمي على ذلك كذلك هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها اضافة الكوركم الى نظامك الغدائي وذلك من خلال اضافته على اطباقك اليومية او على الحليب كمشروب دافئ اذا القرونفل كذلك من ضمن الاعشاب الطبيعية التي تساعد في تنزيل الدورة وتنظيمها ايضا وذلك بسبب احتوائه على العديد من المواد الفعالة الضرورية للجسم هاد الوصفة هذي اللي غن اذكرلك في الفيديو يعني المكونات ديالها فيها القرونفل كذلك يعني من احدى المكونات الرئيسية لانه كيسبب تقلصات للرحم وبالتالي كيسبب نزول الدورة المحتبسة اللي كتعاني منها السيدة وكيوقع لها هاد المشكلة هادا وكتجمع لها دورة على دورة وبالتالي كيوقع لها مشاكل اخرى القرفة كذلك تعتبر من المشروبات التي تساعد في تنزيل الدورة بسبب احتوائها على مجموعة من الفيتامينات والمواد المطهرة كيتم تحضير ديالها عن طريق وضع ربع ملعقة من القرفة المطحونة الى كوب من الحليب او الماء المغلى وتركه لمدة خمس دقائق عفوا ثم شربه بطبيعة الحال هادوه ملء الشاب المعروفة والوصفات اللي كيجربوها السيدات وكتسهل لهم نزول دم الحيد كين الوصفة اللي غادي نتكارلك في هاد الفيديو هادا بطبيعة الحال جميع السيدات اللي عندهم تأخر نزول الدورة وكيجيوني بزاف ديال التعالق غادي يعجبهم هادل تعجبوهم هاد الوصفة هادي وغادي تساعدهم بالفعل وغادي نجح معاهم فما كرهتكم شو وصلوا لي الفيديو الاكبر عدد من اللايكات لان فعلا فيديو مهم غادي ناسب جميع السيدات حتى السيدات اللي عندهم سن يأس مبكر نتيجة الضغط النفسي نتيجة نمط الحياة الغير صحي تهو ما غا تفيدهم ان شاء الله المكونات ديالها القرنفل يعني بضع حبات من القرنفل غادي نعطيكم يعني تقريبا غادي تدري ثلاثة الى اربع حبات فقط من القرنفل وغادي توضعهم في كوب ماء يكون ساخن غادي تدفي لها ملعقة صغيرة من القرفة وكذلك غادي تدري واحد نصف عصير ليمون ونصف عصير حامضة يعني بطبيعة الحال هاد المكونات هاديرة قوية ان شاء الله وجميع السيدات اللي عندهم هاد المشكل هادا غا يستفدوا من هاد الوصفة هادي مجربة وناجحة ان شاء الله من التجربة الاولى المكونات ديالها كيفما قلت اربع اعواد من القرنفل او زهرة القرنفل غادي تدفي كذلك ملعقة صغيرة من القرفة او الدارسين غادي تدفيهم الكأس ماء كوب ماء يكون فيه ساخن يعني الماء ساخن وغادي تدفي لهم هاد المكونات غادي تغطي الكوب من بعد يعني ما ضفتتها عصير الليمون الحامض يعني غادي تغطي الكوب بوحد يعني بوحد الوعاء او بوحد يعني غطي الكوب ديالك باش هاكا يتلقوا جميع العناصر في الكوب ومن بعد غادي تصفيه وغادي تبدي تشربه مباشرة بطبيعة الحال ممكن تشربه في الليل ممكن تشربه في الصباح مدة يوما إلى ثلاثة أيام لما كانش عندك نزول الدورة بشكل سريع فحاولي أنك تديرها من يومان ثلاثة أيام الصيدات اللي غادي تنجح معاهم الوصفة ممكن أنهم من بعد يعني ربع ساعة على الكثير ممكن تنجح معك ويعني ينزل جميع الترسبات اللي كانت عالقة في جدار الرحم بطبيعة الحال كان مجموعة من نصائح لتسريع نزول الدورة الشهرية منها الاكتار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين جيم لاستحمام بالماء الصاخن فذلك يساهم في استرخاء العضلات وبالتالي تسريع عملية نزول الدورة الشهرية ممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميا البعد عن مسببات القلق والتوتر تناول الأغذية الغنية بمادة الكاروتين والتي تتمثل في الجزر المشمش سبانغ الخوخ لأنها كتسرع من عملية نزول الدورة الشهرية بطبيعة الحال كل هاد الأمور بالإضافة إلى الوصفة اللي ذكرت لك سابقا في الفيديو فهي فعلا قوية إن شاء الله غادي تساعدك بالفعل في تنزيل الدورة مهما كانت محتبسة بطبيعة الحال بدون اللجوء إلى الأدوية الأمر اللي ممكن أنه يسبب لك تأثيرات جانبية على صحة ديالك فحاولي أنك ديما تدري هاد الأشياء الطبيعية وتستعني بها في نزول الدورة في تنظيف الرحم من جميع الترصبات اللي كتكون عالقة في الجدار دياله كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى لإعجاب ديالكم إلاجبكم هاد الفيديو بطبيعة الحال ديما دعموه لي باللايكات وصلوا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات وكذلك حاولوا أنكم تنشروا هاد الوصفة هدي مع جميع السيدات